في الوقت المشاهدين الكرام هنروح مع حضراتكم لموجز وأهم وآخر الأخبار مع ليندا تفضل يا ليندا شكرا هدير الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر لليمن مشددا على موقف مصر الثابت من العلاقات الراصقة والتاريخية مع اليمن وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العالمي أشر الرئيس السيسي إلى موقف مصر الثابت والدعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه لما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية قصوى لمصر وللعالم العربي بأسره كما أكد الرئيس السيسي الاتفاق مع الجانب اليمني خلال النقاشات على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل المشترك لحماية أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والخليج العربية من جانبه أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مضي مصر مع اليمن من أجل تحقيق الاستقرار كما أوضح العليمي أن مصر كانت ولا تزال تساند اليمن من خلال مساعدة الشعب اليمني على مختلف الأصعدة أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مضي الدولة في جهودها لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حيا كريمة رغم كل الصعاب والتحديات التي تواجه البلاد بسبب الأزمات والاضطرابات العالمية وخلال زيارته لمحافظة الدقاهلية لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حيا كريمة أشار مدبولي إلى أن تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية طالت كل دول العالم بما فيها مصر لافتا إلى نجاح مصر في الصمود أمام تلك التحديات وخلال جولته طلع مدبولي على نسب تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات بمركز شيربين وتفقد عدد من مشروعات تشمل مشروع إحلال وتجديد كبري الدبوس ونقطة إسعاف بالإضافة إلى مشروع تبطين الترع بمركز شيربين قال وزير الدفاع الصيني ويفينغ هي إن تحسين العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية أمر يعود لواشنطن موضحا أن العلاقات تمر بمرحلة حرجة وخلال مشاركتي في حوار شانغريلا الأمني بسنغفور والذي يعد تجمع الأمني الرئيسي في آسيا طلب فانغهي الجانب الأمريكي بالكف عن تشويه سمعة الصين وتدخل في الشؤون الداخلية لها مشددا على أنه لا يمكن أن تتحسن العلاقات الثنائية ما لم يتمكن الجانب الأمريكي من فعل ذلك قال وزير الدفاع الكوري الجنبي لي جونغ صوب إن بلاده ستعزز بشكل كبير قدراتها الدفاعية وستعمل مع الولايات المتحدة لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية وأكد وزير الدفاع الكوري الجنبي في الاجتماع الأمني الأسيوي في سنغفور أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يشكل تهديدا عالميا وحث كوريا الشمالية على إنهاء برامجها النووية والصاروخية على الفور قتل ستة أشخاص في هجوم مسلح على عمال داخل مزرعة للدواجن في ولاية جيريرو المضطربة بجنوب شرق المكسيك وقال مكتب المدعي في جيريرو إن السلطات تحقق في الأحداث التي تسببت في مقتل خمسة رجال وامراء وإصابة شخصين من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 275 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 134 إصابة مصخوبة بأعراض وبهذا ترتفع خصيلة الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 224 781 إصابة هذا ولم تسجل الصين وفيات جديدة بالفيروس لتظل خصيلة الوفيات ثابتة عند 5226 حالة أما رياضيا فتعادل المنتخب الألماني مع مضيفه المجاري بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بالمستوى الأول من دور الأمم الأوروبية وتقدم المنتخب المجاري في الدقيقة السادسة من المباراة قبل أن تدرك ألمانيا التعادل في الدقيقة التاسعة وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المجر إلى أربع نقاط في المركز الثاني بينما وصلت ألمانيا للنقطة الثالثة محتلة المركز الثالث نهاية منجز الثامنة ناول استكمال بيئي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر